أهلا بحضراتكم من جديد لسه موجودين معاكم في مهرجان العالمين من مدينة العالمين الجديدة للحق الواحد سعيد أنه موجود النهاردة وبيتحدث عن هذا المهرجان اللي بالتأكيد كان وراء جهود كبيرة وأيام عمل كتيرة إذا ما كانتش شهور يعني علشان نشوف انطلاق هذا المهرجان اللي بيجمع زي ما كنت بقوله حضراتكم في بداية الحلقة ودي مش حاجة سهلة إنه نشوف على أحد السواحل يعني مهرجان فني ورياضي وثقافي ده شيء مهم جدا إزاي كل هذه الأحداث والفعاليات هتكون موجودة داخل مهرجان العالمين الجديدة هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع دفتنا النهاردة اللي بنورانا في استوديو التسعة من العالمين الجديدة أستاذة ملك أسعد أحد الأعضاء المنظمة في مهرجان العالمين الجديدة أهلا بيك يا ملك أهلا بيك إنسي بنورانا والحيانة سعيدة أول حاجة أنه يعني دايما طلوقتي بنتكلم على تمكين الشباب فإني أشوف حد شكل صغير كده موجود في يعني اللجنة المنظمة لمهرجان مهم زي مهرجان العالمين الجديدة دي حاجة تفرح الصراحة يعني إحنا فعلا فرحانين أكتر ويمكن أنا بس اللي موجودة النهاردة بس بمثل من رأي عدد كبير جدا من الشباب من خلفيات مختلفة يعني مهندسين إدارة مشروعات شغل كتير قوي بقاله يمكن أكتر من ست شهور من أول وضع الفكرة بتاعة المهرجان نفسها تثبيت الفكرة إيه أهداف المهرجان ده لحد ما وصلنا ليه بقى شركات منفذة وخطة فعلية على الأرض يعني نوصل بقى للبداية عايزة عرف الموضوع جي ازاي والفكرة جيت ازاي وكنتوا يعني حطين إيه في دماغكو عشان نعمل مهرجان للعالمين المدينة اللي يمكن زوارها على السنين اللي فاتت شفنا أنه زوارها عدده بيزيد ما شاء الله الجنسيات الموجودة جنسيات مختلفة بقينا بنشوف يعني إخواتنا العرب اللي بيجوا بيجوا مرة واثنين وثلاثة بصحابهم وعويلهم وكمان بقينا بنشوف أجانب كتير جدا في السحل ويمكن ده جديد لأن احنا كنا نشوف الأجانب دول على سحل البحر الأحمر بس الحقيقة الموضوع بدأ من الأول بهدفين أساسيين كنا يعني لازم نشتغل على حاجة حيائية تقدر يعني تدمج ما بينهم أو تجمع ما بينهم النقطة الأولانيا يمكن كلنا شفنا مدينة العالمين السنة اللي فاتت وفي مؤسسات حكومية كتير بالفعل اتحركت من الصيف اللي فات أو من السنة اللي فاتت وبدأت فعلا يعني تعمل بشكل فعلي من داخل مدينة العالمين بس ما شفناش جمال مدينة العالمين يعني ما كانش فيه تسليط للدوء على ساحل البحر المتوسط زي ما كنت بتحكيلنا في الأول خالص يعني ده ما كناش شايفينه خالص من السنة اللي فاتت النقطة الثانية بقى هي تاريخ طويل جدا من الثقافة والفن في مصر يعني حاجة غنية مهما شفنا في بلاد مختلفة وحبينا بالفعل حتى الفنون والثقافات للبلاد الأخرى إلا أنه الثقافة والفن المصري دايما ليه مكان مختلفة يعني في قلوب المصريين قبل ما يكون طبعا في قلوب أي شعوب أخرى ولكن فعلا الشعوب العربية مهتمة جدا بالفن المصري والثقافة المصرية وكمان يعني بعض البلاد الأجنبية كمان فحبينا ندمج الاثنين مع بعض ونطلع بأول مهرجان ترفيهي ثقافي من شاطئ مهم جدا هو شاطئ البحر المتوسط وما كانش فيه بقى مكان يناسب كل هذه المقومات يعني أجمل من مدينة العالمين ده شيء عظيم الحقيقة ويمكن فيه تتابع للأحداث الفنية والرياضية والثقافية على مدار أيام المهرجان وإحنا يمكن لسه في تاني أيام هذه الفعاليات ترجمة نانسي قنقر